الطبيعة هنا لا تحتاج للوصف فالكارثة البيئية قائمة تسارع الحكومة التركية الخطى لاحتواء مخاط البحر أو ما يسمى بلعاب البحر الذي أضحى يغطي مساحات شاسعة من بحر مرمرة وما لا نراه خلف هذا المخاط هي الأحياء المائية وهي مهددة في حياتها الرئيس رجب طيب أردغان أقر بالمشكلة معبرا عن خشيته من استمرار امتدادها شمالا نحو البحر الأسود ما يقلقني هو انتقال هذا البلاء إلى البحر الأسود علينا اتخاذ خطوات عاجلة مصدر هذا المخاط مياه الصرف الصحي غير المعالجة وارتفاع حرارة مياه البحر بسبب التغير المناخي حاليا هناك فرق تفتيش للبحث عن مصدر التلوث اعتراف أردغان بمسؤولية مياه الصرف الصحي فتح عليه باب انتقادات لاذعة من قبل المعارضة التي اتهمته وحكومته بالتقاعس عن حل أصل المشكلة التي تهدد حاضر ومستقبل ثلث سكان تركيا المشاهد يرثى لها فبحر مرمرا يعاني من التلوث السريع بسبب إلقاء مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية دون معالجة في حين يتم تجاهل ما تسببه المخلفات الصناعية والإنتاجية والمنزلية لبحرنا وللأسف نشاهد بحزن الخطر المحدق ببحر مرمرا تقارير مختصة ذكرت أن تركيا تستورد سنويا قرابة 200 ألف طن من النفايات البلاستيكية من المملكة المتحدة البريطانية وحدها وذلك بهدف إعادة تدويرها لكن محققين بريطانيين قالوا إنهم رصدوا بعض هذه النفايات على جنبات الطرق في تركيا وبعض حقولها وقنواتها المائية وقرب شواطئ مرمرة بسبب عجز الجهات المختصة عن تدوير هذه النفايات وتأخذ جهات مختصة محلية ودولية الحكومة التركية على التراخي في مواجهة هذه المشكلة البيئية التي أضحت تحتاج لمدة طويلة لتداركها وإزالة تابعاتها الصحية على الكائنات البحرية مهران عيسى سكاي نيوز عربية إسطنبول